أفضل طريقة في تثبيت الحفظ سألت عنها يعني جمع كثير من مشايخنا الذين أكرم لله سبحانه وتعالى بالقراءة عليهم ووجدت أن علمائنا الكبار يعني أمثال الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ قراء المدينة والشيخ محمد أحمد والشيخ محمد سميم الزعبي وأيضا كذلك الشيخ بكر الطربيش رحمه الله والشيخ عبد الرافع رضوان أيضا حفظه الله يعني نسأل كثيرا لكن عندما نصل أولئك الكبار الذين أفنوا ستين سبعين سنة وهم يقرؤون القرآن ويعلمون القرآن وحياتهم كلها قد صرفوها في تعليم القرآن عندما نسألهم مثل هذا السؤال يقولون يعني نجد أنهم يتفقون في أن أفضل وسيلة لتثبيت القرآن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فقط يعني نذهب ونلف وندور في الأخير نرجع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن أن يكون لك قدر من القرآن يومي ولو قل خير العمل أدومه وإن قل يعني أن يكون لك قدر يومي مثل الأكل وثل الشرب لا تستطيع أن تستغني عنه ولو قل ومع الزمن سيزداد مع الزمن سيزداد إذا كان لك قدر يومي من القرآن فإنك ستضبط القرآن لمحاله حتى تصل إلى مرحلة من المراحل يكرمك الله سبحانه وتعالى وادعو الله ادعو الله ليلة نهار وأنت في سجودك اجعل القرآن رضي من ربيعا قلبي ونور صدري اللهم معيني عن نفسي لأن أهل القرآن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فالله يصطفي لهذه الأهلية من يشاء من عباده أنت يجب أن يرى الله في قلبك إنكسار أنك تريد أن تكون نهل القرآن أن تكون منكسة لله سبحانه وتعالى أن يكريمك لضبط القرآن إذا عشت بهذه الطريقة وكان لك مقدار فإنك ستوفق بإذن الله ولو بعد حين لضبط القرآن وتثبيت القرآن وتفتح لك الطرق ويلهمك الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والسداد في مثل هذا الطريق فتعاهدوا القرآن